نادي الأهلي طبعا في البداية برحب بحرطك على شاشة قناة النادي الأهلي وعايز أعرف بقى إيه رأيك في أداء لعبي النادي الأهلي اللي قدروا يحققوا فوز في مباراة اليوم برغم كل الظروف الصعبة أنا بقول الحمد لله رب العالمين الحقيقة عملوا مباراة ممتازة جدا جدا ورغم كل النواقس اللي كانت موجودة لكننا كنا وصقين في الفوز وكنا وصقين جدا جدا في العيبة اللي موجودة وكنا نتمنى يبقى فيه تاني وثالث لكن قدر الله ما شاء فعل والحقيقة يعني ده بيثبت مقولات كتيرة جدا جدا بتتقلو بتتردد من زمان قوي 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 وكل يوم بتثبت يوم عن يوم أن الأهلي فعلا بمن حضر الأهلي النهاردة بينقصوا ما يقرب من 10-11 العيب أساسيين بيمثلوا مصر صحيف منتخب مصر في مهمة رسمية في البلد لكن الحقيقة الشباب عملوا كل ما يمكن أنه يتعامل وعملوا مباراة هيلة جدا جدا خططيا وأنا الحقيقة شايف أن نجمل ماتشي النهاردة بيتسو موسيماني وأنا كنت وثق أنه بيلعب الماتشات دي كويس جدا 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 والحقيقة ماتشات الوداد وماتشات الترجي والماتشات التييلة كلها موسيماني بيبدع فيها إبداع كامل والحقيقة ما أخفلش أبدا التنظيم الخططي للعبين وأداءهم العالي جدا جدا والتزامهم الكامل بكل اللي قال له المدرب وألف ألف ألف مبروك لنادي الأهلي وده دايما عمر النادي الأهلي مخزنة والحمد لله رب العالمين يعني شفنا تقلق كبير جدا من رجال النادي الأهلي كلهم تتلمين من أفضل معتش أو رجل المباراة أدي الطار محمد طار تحركاته قدام يلعب يمينه بلعب شماله وبيلعب في النص وفعلا أنا أريد أن أقول الأهلي بمن حضر أنت بتلعب بلعبة صغيرة أنا أقول له كل اللعبة إلعب أنت العالم كله بتفرج عليك إلعب وطلع موابتك العالم كله بتفرج على البطولة دي إلعبوا متعوا نفسكم قبل ما تمتعوا الجمهور تماتش الجاية عندك بالمراس إلعب قدامه إلعب متع نفسك ومتع الجمهور بتاعك الناس كلها بتفرج على البطولة دي بس كنت شكهم يعني طبعا لسا مستمرين أكيد فيه تحديات كبيرة جدا قدام رجال النادي الأهلي في الفترة القادمة في بطولة كأس العالم للأندية إيه الرسالة تحب توجهها اللاعبين النادي الأهلي الله أحب أقول الحمد لله على المكسب النهاردة فوز مستحق جدا للنادي الأهلي وعايز أقول لهم الفترة الجاية اللاعبك برضو راجعة من المنتخب وإن شاء الله هيكون الأداء كويس وأحسن وألف ألف مبروك للنادي وألف ألف مبروك لللعبك كلها النهاردة واللعب اللي حضرت اللعب الصغيرين قدموا أداء كويس جدا وألف ألف مبروك على المكسب هنا يعني دي كانت لقاءاتنا يا كابتن أيمان من داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زيت زي ما حضرتك شايف طبعا الفرحة بتسيطر وبتخيم فيه النادي الأهلي لسا مسامرين معاكم فيه لقاءات حصرية على شاشة قناة النادي الأهلي ومزيد من الفرحة والآن العودة لكم مرة أخرى في الستوديو